في بيت هذا الأسبوع من عام 88 طبعت العلاقات بين المغرب والجزائر هذا صحيح القطيعة الحالية ليست الأولى من نوعها بين البلدين فلطالما شبت العلاقات بينهما خلافات محطات تحسن وتوتر يشمل هذا انقطاع العلاقة في سبعينات على خلفية ملف الصحراء المغرب أعلنت الصحراء جزء لا يتجزأ من أرضها فيما دعمت الجزائر جبهة البوليساريو التي أعلنت الصحراء جمهورية مستقلة وهذا قبل عودة المياه إلى مجريها في تمانينات في عهد الرئيس الجزائري شاذلي بن جديد وأيضا بلينا زمير الصحفي والخبير في أشؤون المغربية سعيد العفاسي سعيد إذن القطيعة الحالية ربما لمن لا يعرف هي ليست أولا من نوعها لطالما كانت هناك تذبذف العلاقات ومن بين محطة تحسن هي المصالح التي جرت عام 1988 في عهد الملك الحسن الثاني الراحل ورئيس الجزائري شاذري بن جديد موضوع الجزائر والمغرب هو موضوع يرجع إلى سنة 1540 عندما احتلت الإمبراطورية العثمانية الجزائر وطالب المغرب بعودة مدينة تلمسان إلى الأراضي المغربية سوف يتصاعد الأمر وتصاعد الموقف عندما وقعت معركة إسلي في سنة 1844 أنذاك الأمير عبدالقادر طالب مساعدة المغرب والمغرب ساعدة بالجيش لكن للأسف انهزمت المغرب والجزائر في معركة إسلي وعقابا لهذا الأمر احتلت فرنسا مدينة الجزائر التي تسقع في شرق المغرب يعني في غرب الجزائر تصور معي أن هذا الأمر سوف تعقبه أن المغرب ذهب ليساعد وفي الأخير وجد نفسه محتلا من طرف عقابا لماذا سعدت الجيش الجزائري ستمر الوضعية إلى ما بعد الاستقلال قبل الاستقلال بسنة المغرب طبعا المغرب سوف نأتي إلى سنة 1963 في الاستقلال للمغرب المغرب طلب الجزائر للجلوس إلى طاوت المفهدات من أجل تحديد الحدود قبل مغادرة فرنسا لكن الجزائر قالت بأن هذا الأمر يختص ما بين المغرب والجزائر ولا دخل لفرنسا في هذا الأمر عندما خرجت الجزائر فرنسا من المغرب في سنة 1956 وخرجت من الجزائر سنة 1962 سيطالب المغرب بعودة تندوف وبعض الأراضي من بشار إلى المغرب لكن الجزائر رفضت وهنا ستقام حرب الرمال سنة 1963 سوف تتدخل فيها مصر وسوف يعتقل فيها الرئيس السابق لمصر الحسن مبارك كان طيارا ووقع بالخطأ داخل الأراضي المغربية واعتقل من طرف رعاة الأغنام وقتدب إلى الجيش والحسن الثاني أمر بطائرة مباشرة إلى القاهرة ووصل إلى القاهرة وفتح الباب وقال لهم أنا أريد أن أقول لكم مرحبا هذا طياركم من أربعة الذين تقول أن لدخل للمصر في الحرب الرمال الدائرة فصمتت الجزائر واعتبرت فيما بعد لكن الأمر سوف يتطور أكثر في معركة أمغالا الأولى ومعركة أمغالا الثانية سنة 1969 وكانت حاسمة من طرف المغرب في سنة 1974 سوف تظهر حركة معينة وهي تأسيس ما يسمى بجباة البوليزاريو والمغرب طالب محكمة لهاي بأن تربطها علاقات روابط البيعمة بين المغرب والجزائر والمحكمة قالت بأنها لا ترى في الموضوع خلافا للصفية لذلك الوقت محطات كثيرة لكن خلفية الصلحة عام 2008 لنتحدث عنها لكي نفهم السياق لازم نعطي التاريخ لكي نعرف الخلفية لأنه في سنة 1975 عندما عمل المغرب المسيرة الخضراء ودخل إلى السحرائه ردت عليه الجزائر بطرد 4500 ألف مواطن مغربي صبيحة يوم العيد وجردوهم من كل الملابس والحلي وطردوهم عراتا إلى الأراضي المغربية اللي كي تعرف بأن الجزائر العسكر الجزائري وليس السعب الجزائري كانت له نية مبيتة من أجل قمع المغرب بطريقته التي يراها في سنة 1988 سوف يستمر القطيعة 1981 سيطالب المغرب بالاستفتاء في الصحراء الجزائر رفضت البوليزارو رفضت الآن نتحدث عن الاستفتاء في سنة 1988 سوف يتدخل ملك السعودي من أجل عودة العلاقة ما بين الحسن الثاني دعنا نقول ما بين الحسن الثاني والشدلي من جديد وتم له ذلك لكن الحسن الثاني كان يشتغل على الجانب من أجل تأسيس المغرب العربي لأنه بعد بسنة 1989 بالضبط في شهر فبراير 18 فبراير سوف يتأسس المغرب العربي بزعماء الخمسة والحسن الثاني كان يخطط لهذا الاتجاه تقصد تحاد المغرب العربي تحاد المغرب العربي سوف يتأسس لأن الحسن الثاني كان يخطط لهذا الجانب من أجل امتصاص غضب الجزائرين للأسف سوف تعرف الجزائر تورى عارمة فيما يعرف بالعشرية السوداء عندما انتخب الإخوان المسلمين داخل الجزائر لكن السلطة رفضت سوف يأتي بودياف بعد الشدل من جديد ويقتل بودياف بدعوة أنه جاء من خلفها المغربية والمغرب هو الذي دفع بأن يكون رئيس بودياف رئيسا للجزائر حتى يسوي ملف الصحراء ومسلم في البوليسار ولكن للأسف هذا لم يكن حقيقة سوف تتطور الأمور أكثر عندما فجر فندق إسني في مراكش وتهمت الجزائر بأن هي التي افتعلت هذا الموقف أن داك الجزائر قطعت العلاقة واستمرت إلى اليوم أشكرك سعيد وللأسف حلم الاتحاد المغربية لم يتحقق الآن والآن هناك قطيعة أخرى بين البردين سيد الأفاسي الصحفي الخبير في الشؤون المغربية شكرا جزيلا لك